رجانا ومكملين معكم عبر سوريانا اف ام وحوار فيو اي بي ضيفتي صوت وموهبة سورية بتستحق اليوم تكون معنا المغنية رونا نوفل مرحبا مرحبا اهلا وسهلا فيكم رونا يعني اول مرة فكرت فيها تغني صوت حلو انا سمعت عبر السوشال ميديا شفت الفيديو ودعوتك للبرنامج اول مرة فكرت فيها تغني ايمت كيف وشو صار ما بعرف ما لقيت حالي غيرها مغنية ايه كانت اول مرة اول مرة بشكل رسمي طلعتي على مسرح اول مرة طلعت على مسرح بشكل رسمي كنت كتير صغيرة شاركت بمهرجان كان عمري بالا 11 سنة يمكن ايه ما كنت ما كنت عارفاني انه شو يعني مسرح انه عادي يعني وقفت وغنيت متل ما بغني بالعادي بالبيت بين رفقاتي مع اهلي اليوم ما جايتينا من حمص الحمدلع السلامة الله يسلامه كيف حمص حلوي شو ما نغني لحمص لحمص شنا نغني لحمص هيك بدي اسمع صوتك قبل ما نحكي تفضلي غني لحمص فيك تغني ايا غنية مدروي لحمص بس لا نسمع اول شي يلا غني لعلى زوائي لحمص يلا هابلني والاشواء فعميه سلّم هاوه سلّم سلّم وخد ايدي في ايدي خد ايدي في ايدي وهماس لي قال لي الحق علي نسي ساعتها بعدنا لي فين دموعين اللي ما انا متليالي بابتسامة من عيون ونأسهالي ونأسهالي أمر أعزاب وأحلى أعزاب أمر أعزاب وأحلى أعزاب أعزاب الحب أعزاب الحب للأحباب يسلام الصوت الله يسلامه شكرا رونا فيديو تصور تصرّب نحكي من دار الأوبرا حد أصورك وانت شرب بطريقة كتير مرعبة شو كانت هيك حيثيات وين كنت مشاركي بوقتها؟ كان حفلة الختام سميناها الحدث الكبير لمشروع تناغم بقيادة المغنية ستحرك من الجهلة تحيي كان على مسرح دار الأسد للثقافي والفنون كان هناك هذا الصول البسيط كان هناك المشاركة الصغيرة فيه لماذا تنتشر بهذه الطريقة؟ لا أعرف أنت نمتفت تستبحثت أنا نمتفت لقيته هيك هذا اليوم تخدم سوشال ميديا ممكن تقدمكم صح كأصوات وكمواهب؟ بتساعدنا على الانتشار ما نحن المنقدم حالنا صح بس إلى دور كبير السوشال ميديا يعني هذا الشيء كان واضح من اللي يساور معي كيف غنيت الموال؟ كيف طلع معيك الموال؟ سمعيني كمان يلا بمغني اليوم معنا وقت و بمغني أنا يمكن إذا أجيت لإنسان الموال ما عملح إنسان المنشنات و هغني لنا و يدينا هو موال صباح أرضك يا جبل خصبي وفي بتبقى معززي فيكن وفي أرضك يا جبل خصبي وفي تبقى معززي فيكن وفي تبقى معززي فين تبقى معززي فين تبقى معززي فين على نسماتها يحن الأحبار يسلام الصوت شكرا دراستك ما كانت موسيقى شو درسنا أنا تخرجت من كلية العلوم تخصص فيزياء وهلأ عم أمل تخصص برياض الأطفال فكرت تعمل شي أكاديمي ما يخص الموسيقى هلأ دائما كانت الفكرة موجودة وشو المانع للأهل؟ لأ هلأ مو هني مانع حقيقة بس مثل أنه مثل أي أهل بيحسوا أنه الموسيقى مطم يخبز ما عم يشجعوك على أنه تكفي تدريس أو عملي أمسة أو شو؟ هلأ أنا عم يعني أنا مارس اي عم مارس مدرسة تغني لطلابك؟ ايه وعملي هيك وراء الصغير كمان حلو هلأ يعني الفكرة أنه هني بيشجعوا دائما أهلي مبسوطين كمان هنين كلا يعطون اللي بيغني واللي بيعزوف بس دائما كان تأكيدون أنه لا أنه خليك عم يعني هم تشتغلي هيك بمهنة يعني وكملي بهواي بمدن هواي القصة ايه خليها هواي بس يولا ما عم تكون هواي يعني هي أخدي كل الوقت اليوم أغلب الفنانين صدرتهم برامج هو تلي ما لجأتي لحرق شوية مراحل إذا بنا نحكي بالضبط يعني هو الفكرة بيحرق المراحل ما كان ما كاني تواردي الفكرة قبل ما كنت حب بس مؤخرا يعني صايرة هيك عم تدخل لراسي شوية شوية الفكرة من مبدأ أنه حرق مراحل يعني حرق خطوات في برنامج معين ممكن تقدمي عليه؟ ما فكرت لسا عم دور الأنسب اللي بيختصر طريق أكتر بدي اسمع هلا اليوم أو قبل ما نسمع شو بينطلب أكتر شي منك لهجات أو نوع موسيقى معين ولا موويل لما هيك بتقعدوا ديك تغني لحدا أو حتى بأي مصرح غنيتي فيه يمكن لأنه أنا حددت لحالي اللون أو النوع اللي بغني يعني أنا حطيت حالي بإطار الموسيقى الشرقية الطربي فهلأ هو دايما أنه طب جربي لنا هيك غني لنا هيك جربي لنا هيك بحاول يعني بس أنه أنا بحب لما أقدم حالي لما أوقف على المسرح من خلال كل مشاركاتي كنت أقدم يعني طربي شو ما نسمع هلأ طربي؟ طربي خليني أقول هيك طربي وقريب للقلب و للإدن أما براوة لنجاة يلا لأنه تداولي جدا بير حلوة أما براوة براوة أما براوة يول حبيبي تداولي قائم طراوة أما براوة طراوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة قلت حبيبي ملان عطش عنايانا أروح لو ألا أروح أشرب حدانا قلت حبيبي ملانا عطش عنايانا أروح لو ألا أروح أشرب حدانا أروح لو ألا أروح وبلشا أما براوة على الهدانا شكرا متفكرة تغني اليوم أغاني درجة لمطربين معروفين تنزليون على شكل كفر كتير هلأ درجة للقصة كان عبر قناة يوتيوب أو عبر سوشل ميديا كمان في فكرة كمان مؤخرا طبعا أنه ضمن الشيء المقبول يعني أنه كمان يكون في معنى للكلمة لأنه هلأ أصار في عجة يعني بوقتنا هذا عجة موسيقى عجة كلام بمعنى وبلا معنى يعني فأي يعني بحب يعني هي الغنية الحلوية لحالة يعني بتاخدني لعندها يعني لحالة بتلاقي عالقت هاي غير لما غنية بيتحشوا بدانيك دحش يعني عكتر ما بيتكرر عكتر ما بيتكرر جربتي تغني الأغاني اللي بتدرج كتير يلي ما بتتخيلي أبدا أو ممكن ما تسمعيها بدنية مثلا عكتر ما بتسمعيها تسمعيني شي دارج هلأ اسمعنا كتير طربي لي اسمع شي دارج كتير بحب بحب الحسين الجسمي كل شي بينزوله شيرين الحسين الجسمي شتغني تلك ليك الخيار أنا بحب اللغنيت حتى من قلبي يلا وشي من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع انت صرتك مستلماني كل أيام الأسبوع وشي من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع انت صرتك مستلماني كل أيام الأسبوع يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي لقيت نصي لقيت جوي عندي انت في حتة ولها خبي تعالي بصي بتحلوي واحنا سوا لو مني انساني قد شغل عنك ممنوع انت جنب انت مفيش تاني رقمي بالخدمة هم الفوق يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي لقيت نصي لقيت جوي عندي انت في حتة ولها خبي تعالي بصي بتحلوي بتتدربي على الاغاني بتتدربي على شي بالبيت على شي معين في تقوس معيني للتحافظ على صوتك هلأ كيف بتصير القصة انو بحاول قدة فبيكون في غنية على الاني براسة طبعا غنية تكون تربيه وقديمي فبيدخل على كل كلمة وبحاول افهم شو هم بصير فيها وشو هم يعملو هون وانو شو كان قصدا لما لحنوا هيك يعني ايه فبصير بدقاء بتفاصيل الكلمة بتفاصيل اللحن وبحاول اني قدي لحد ما وصير لمرحلي مش هتكون رضياني وما عطول رضياني يعني تنتقدي حالك لما بتسمعي حالك ايه دايما بقول لا ليش هيك لا اكيد فيه احسان عطول عطول ما عاجبني حالك مين بيرائب مين بينتقد من كامل العالي من اصدقائك ما بعرف اني ليش بيحبو كل شي على طول ايه عطول مديح وعطول برافو وعطول ايه ايه بس لما بشرح لهم مسلا انه لأ طب انه هيك شو رائكون هون يعني كان اهلي او كان رفعتي او كان المقربين انه شو رائكون انه هون هيك بيقولوا انه ايه ايه والله طب انه بس هاي ما ضبطت معي هيك بقال لهم انه طوعوا نجرب شي تعني انتوا تسمعوا وتعطوني رأيكم فمن هيك يعني بصير النقاش هون اما يعني قبل شو ما بغني ايه برافو ايه كويس يا ما حدا بيقول لي لا ليه ما عم تقولوا لي لا قلوا لي لا لما تشوفي هيك لما شفتي صار صوتك حلو العالم تعجب فيه فتلعت براستك تعبلي مطربة تقولي مطربة رونا نوفل يعني كاسم وكلقب وصير مهني نظامي يعني هو كان مثل انه انه فكرة على طول موجودية ما اعرف يعني ما بعرف انه ازا هي رح تكون اكيدة او لا لانه كنت مشغولة بحياتي بس هلأ ايه هنفكر ايه هنفكر بعض الموضوع وشو بده نسمع به المناسبة بمناسبة انه بده اصير مطربة نعم بدي اقول بدي اقول غني اللي زمان ما غنيتها هاتي لشوف يلا لصباحي صباحي بيلبق هده الصوت الطربي الشعبي ايه ايه اوكي اه عضايا يا ام عضايا وديني وبلها البياء عضايا يا ام عضايا وديني وبلها البياء جينا نبيعك بوشتت ضيانا 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 القلب ببيروت جينا نبيعك بوشتت ضيانا ضيانا القلب ببيروت يا شماتي شباب الضايا عضايا يا ام عضايا يا ام عضايا ام يعني بيتم الحديث يعني انو شو رأيك نعم وشو رأيك النظيم ما تمت دعوة يعني نظامي بتفكري تسجلي اغاني خاصة ام في بالك مطرقة ملحن او كاتب او شاعر او ايه اعم اشتغل هلا اصرح لي ام سوربرايز سمعينا بس هيك شيء ما في ابدا ما تسجل لسه شيء اي لا ابدا شو نمط يعني مين هيك الايدل تبعك مين حابة تتعاملي مثلا اغاني جديدة دارجة ان كان او طربي تبقي على هذا ال لما طلبتي انو بدي اغنية متل مين هلا انا طربي اغنية متل مكالسومة اوف طيب محضرة تدرب اليوم هيك اغنية اليوم نعيد هذا التراث او نرشع عن غنية يمكن يمكن توزيع الموسيقى هلا يعني اعادة صياغ تخلينا نقول اعادة صياغة اللحن يمكن هو اللي بيدرب بهذا الوقت يعني ما انو مثلا انو هلا هو شيء كتير عظيم يعني يعني ياري تقدر كون هيك ما انو اللحن نفسه ونفس الترتيب ونفس الطريقة يعني لا يعني هلا العالم بدك تشده لانو عم يتغير الزمن عم يتغير التوقيت فبظن اللي بيساعد انو هيك نوع من الموسيقى التطرب هو التوزيع حافظة فات المعاد ما ابدأ اولى ليه صعبة؟ لا ما ابدأ اولى لا لا ما ابدأ اولى ليه فيشي؟ لا بس هيك انا خطرت ليني من اجمل اغاني اللي بحبة لام كلتون خلاص ما بتقول طيب شو بدك تقول لنا بدالة؟ لام كلتون كمان اي ازا بدك؟ هيك مقطع كتير مشهور او معروف فيك تغني لأي حدا بدك؟ طيب انو غنيت لام كلتون بالبيدالة خليني اغني شي تاني خليني اغني لفيروزا يلا اي طلع للبكي نحن وقعدين لاخر مرة سوا وساكتين طلع للبكي نحن وقعدين لاخر مرة سوا وساكتين بعيونك حنين وبسكوتك حنين لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين ها لو بعرف حبيبي بتفكر بمين حلوة بتفكري بتعملي ألبوم؟ ما بعرف اذا الأغاني اللي بدي اعمله مجمعه وبعدين بعمله الألبوم يمكن بطل وهلا يمكن حدا يعمل الألبوم صارت أكثر سنجل يغني وأغاني قناة يوتيوب لسا ما عملتي ما أنا نشيطة الصراحة قناة غير نشيطة بدي بس هيك شوية حدا يكون اكتف وينزع طول ويطلع ليفات وهيك قصص اي صح بدي انا كون نشيطة ما لك نشيطة لا أبدا بعيدة كتيرا السوشال ميديا يمكن هلأ لو لو ما يعني المقطع اللي أنا خاصة لما انا واحد بيعطلك مساج على الفيسبوك بيبقى الثاني يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم الثالث يوم صح؟ صح بكتير طيب يعني هلأ ليش صرت عم فكر بهاي الطريقة لأنه صرت انه قدام مسئولية يعني بعد ما العالم العالم اللي عم تطلب انه تسمع من محبي من الرغبي بدلهم يسمعوا صوتي أو بعض الأغاني بصوتي فأنا صرت تحت هاي المسئولية فأنا صرت تحت مسئولية انه كون على تواصل معهم يعني بدي لبي يعني هي بتجي من محبي فلازم لبيها بحب عراقي ما اسمعنا منك تغني عراقي عراقي يلا سمعينا يعني انا غنيت من هون شغلات اول مرة بغني عراقسين عم حاول ايه عراقي يلا طوال tiene أآآ اك祖يني موت 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 مثل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة